بالتنصيب رئيساً تتوج جهود جو بايدن على مدار العام الماضي للفوز بالرئاسة عقب منافسة شرسة مع دونالد ترامب رحلة بايدن بدأت في الانتخابات التمهيدية بمنافسة 28 مرشحاً تنافس لخطف بطاقة الترشح باسم الحزب الديمقراطي أما ترامب فأصبح في السابع عشر من مارس لعام 2020 مرشح الحزب الجمهوري وذلك بعد حصوله على الأصوات اللازمة وبعد أقل من شهر وتحديداً في الثامن من إبريل أصبح بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعدما علق السيناتور بيرني ساندرز حملته في الانتخابات التمهيدية هنا بدأت حرب كلامية بين المعسكرين تخللتها قضية مواجهة فيروس كورونا بعد تهوين ترامب منه أنذاك مقابل هجوم بايدن على سياسة ترامب في هذا الخصوص وفي الحادي عشر من أغسطس دخلت كامالا هاريس على خط مهاجمة سياسات إدارة ترامب بعدما اخترها بايدن مرشحة لمنصب نائب الرئيس لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بجانب كونها أول شخص ببشرة ملونة يتولى أما في التاسع والعشرين من سبتمبر انعقدت أول مناظرة رئاسية لكنها خرجت عن نطاق السيطرة بسبب مقاطعات ترامب المتكررة وبينما لم تعقد المناظرة الثانية عقدت المناظرة الأخيرة في الثاني والعشرين من أكتوبر وفيها تبنى ترامب لهجة أكثر تحفظا مع بايدن وجاء في يوم الحسم في الثالث من نوفمبر لكن ليلة الانتخابات انتهت دون فائز واضح وذلك لتقارب النتائج في العديد من الولايات لاحقا حسم بايدن الانتخابات بحصوله على 306 من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على 232 صوتا لكن ترامب رفض الاعتراف بالنتائج وضع أنصاره للخروج في مظاهرات بالتزام مع جلسة الكونغرس في السادس من يناير ليشهد ذلك اليوم أعمال عنف واقتحاما لمبنى الكونغرس من جانب أنصار ترامب وانطال الأمر بمقتل خمسة أشخاص بعد ذلك اليوم توالت الإدانات وحاول ترامب تبرئة نفسه بإدانة العنف لكنه قرر أن لا يحضر تنصب بايدن رئيسا للولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر